ونشوف فرحة الناس وفرحة الجمهور مع زملنا عمر كمال ولكن خلينا دلوقتي برضو نروح لنادي الزمالك علشان الزمالك برضو عنده مواتش مهم جدا وبيستعد لها أمام دريمز الغاني طبعا ده يوم الحد اللي جاي فكل التوفيق برضو للنادي الزمالك في مباراته المهمة دي صحيح دريمز قلنا فريق مش قوي خاصة دفاعيا مش قوي ولكن برضو ماتش مهم في إياب نصف نهاء الكونفدرالية بطولة مهمة جدا لنادي الزمالك لجماهيره جماهيره اللي عشمانة في إنها تتوج هذا الموسم ببطولة فالموسم ده خلاص بتتكلم في استقرار إداري تعقدات قوية في يناير مدرب زي جزيجو ماز أعتقد أنه يعني من المدربين الممتازين من حيث أفكارهم فحاسين أنه دي لأ دي فرصة كبيرة جدا جدا أنه الزمالك ينطلق وأنه يتوج بلقب بطولة الكونفدرالية إن شاء الله ماتش الزهاب يعني إن شاء الله ماتش الزهاب خلص إن شاء الله في العودة يحقق فيها الزمالك نتيجة إيجابية طبعا أنت بتتكلم بقى عن سوق الحظ اللي وجهه الزمالك فرصة كتير اللي ضاعت خاصة في آخر المدش طبعا لكورة ما كانتش عايزة تخش خالص ولكن مازال التسعين دقيقة تانية هيلعب فيهم الزمالك بشكل صحيح في ملعب صعب أه أجواء صعبة صحيح ولكن اللعيبة قادرة إنها تتخطى العقبة دي عندها الخبرات الكافية اللي تخليهم يتعاملوا مع الموضوع وكمان عود الزيزو بقى يعني عود الزيزو أعتقد إنها تعمل إضافة قوية خاصة وإنت عندك بقى حلول يعني عندك لعيب يقدر يسجل يقدر يصنع الأهداف ده غير بقى برضو عودة فتوح عودة عمر جابر الظهرين فيعملوا الحمد لله إن شاء الله يعني متنفس جيد جدا فيقدروا يزيدوا هجوميا يشكلوا خطورة على مرمى دريمز المنافس اللي شكلوا في مباراة الذهب قلت إنه فريق في المتناول جدا يعني خاصة خط الدفاعه يعني ضايع خالص خالص فلما يكون المنافس هو نادي باسم وتاريخ نادي الزمالك إن شاء الله برضو سيفعلها إن شاء الله طيب قايمة نادي الزمالك إيه لمباراته أمام دريمز الغاني يوم الحد إن شاء الله عندنا في حراسة المرمى محمد عواد معاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد في خط الدفاع عمر جبر حمزة المثلوثي حسام عبد المجيد مصطفى الزناري ياسر حمد أحمد فتوح في الوسط في نبيل عماد محمد شحاتة أحمد حمدي زياد كمال ترافز متعبة إبراهيم منضاي محمد عاطف سيد عبدالله مهاب ياسر شكابالا مصطفى شلبي وزيزو في الهجوم عندك سيف الجزيري ناصر مانسي وسامسون أكينولا كل التوفيق لنادي الزمالك التأهل إلى نهائي لكم فيدرالية على حساب دريمز اللي إن شاء الله إن شاء الله تكون يعني دريمز سعيدة إن شاء الله لنادي الزمالك وجمهوره الكبير أكيد طيب إيه اللي حصل النهاردة أو خلينا نروح نتابع مع حضراتكم الأراء الأراء وتوقعات النقاد الرياضيين لمباراة الزمالك ودريمز قالوا إيه؟ شايفين فرص التأهل قد إيه؟ خلينا نروح نشوفها ونرجع تاني فخليكم مع الكلاسيكو ما يبقاش الزمالك لو ما صعبش المأمور يعلى جمهوره لازم الزمالك يقلي جمهوره دي حاجة بديهيات في الكرة الأفريقية للزمالك ولازم العرضة دي سيناريوهات والحظ والقصص دي قصص حب مع الزمالك بس أنا شايف إن الزمالك يقدر طالما أنت بتخلق فرص في الملعب الزمالك يقدر يقدر يفوز الزمالك الفريق هناك مش ما عندوش قعدة جمارية كبيرة وما لعبش هنا وكمان هيتطر إن هو يهاجم طول ما أنت خارج صفر صفر أنت في أمان شوية آه الماتش هيبقى 50-50 الزمالك كان في يدو يكسب الماتش بسهولة هنا في الكاهرة الماتش كان وان سايد جيم بالنسبة للزمالك فرص خطيرة جداً بتضيع من على الخط وفي العرضة لدرجة إن الناس كانت بتكالب لا في حاجة غريبة يعني في حاجة غريبة في الماتش ودارب دريمز بقى بيساعد زي ما بيقول برضو التحدي مع فريق الزمالك وقال لك إن الزمالك استهتر بينا في الكاهرة وإحنا هنعقبهم عندنا هنا هو خلينا نكون متفقين إن الزمالك في مباراته هنا في الكاهرة يعني ما تلاقش بأفضل نتيجة ضيع يعني على نفسه فوز كان سهل جداً وكان ممكن نكسب سكور كبير قوي بس الزمالك ميزة اللي حصل معه في الكاهرة إن هو ما دخلش فيه هدف لكن الزمالك برضو فيه حاجة مهمة ناخد بالنا منها إن الزمالك كان عنده غيابات كتير قوي والغيابات دي كلها رجعة يعني زي فتوح زي زيزو وبرضو سيف الجزيري هيبقى موجود الزمالك خلينا نقول في الكاهرة ما كانش وحش كانوا كويس بس حظه كان وحش جداً بس الزمالك رجع له عنده كان عنده غيابات في المواطش الأولاني زي زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح دور رجعوا له في المواطش دوت فده هيخلي الزمالك هيدي فرص الزمالك أكتر الزمالك هيزي ملعب بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم خاصة بلعب بره ملعبه برضو الزمالك مايرجعش ملعبش بخطة دفاعية كاملة لا يحاول برضو يبدل بالهجوم إن هو يقدر يخطف فجونه اتنين ممكن شوفنا فريق الغاني بيتمركز في الدفاع بشكل كويس عنده أكتر من اللعب خاصة اللعب رقم 19 في نص الملعب بيمسوا الكورة كويس ويقدر يمشي الفرقة بتاعته نتيجة التعدل في الزهب هنا 0-0 نتيجة برضو خديعة للفريق الغاني نتيجة كويسة الزمالك محتاج جون واحد هناك لو قدر يضغط الشوت الأول ويخطف جون هيقفل عليه وخلاص حتى لو يطلع بالتعدل هيطلع بنتيجة كويسة جداً نحتاجين بس اللعبها تبقى مؤمنها بقدراتها شوية يعني انت نادي زمالك اسم كبير في الفريق المهم ان كان الفريق الغاني داخل خايف منك فانت تدخل تلعب حتة دي وتضغط في أول ربع ساعة مثلاً تهزهم شوية هتجيب كون ما تشايفتح معك جداً خاصة مع عوض الدزيز وهيبقى معك فرص هجومية أكبر بكتير